السلام عليكم واساكم الله بالخير كيف حالكم يا رب تكونوا بخير من ساعة ما نزلت البوست مبارح اللي كنت بحلف لكم فيه انه والله العظيم ما فيش حاجة اسمها تفتيح اللون الطبيعي للجلد وانا الدنيا تقلبت علي في الرسائل حرفيا فقلت ما بديهاش بقى لازم اعمل لايف اوضح فيه الموضوع ده بالتفصيل وسمحوني لو مش هنتبه لأي تعليقات لاني مش عاوزة تشتت وعاوزة ركز في الموضوع خلونا في البداية نعترف ان فيه هوس بموضوع التفتيح ده في بلدنا العربية وده ناتج عن ثقافة عقيمة للأسف بتفضل لون البشرة الأبيض والفاتح وانا كسيدالي ليا في المجال ده اكتر من 16 سنة اكتر حاجة بتسأل عنها بشكل يومي هي موضوع التفتيح يوميا على الله بدون ادنى مبلغة وكتير من الحالات اسأل السيدة اللي طلبة مني كريم تفتيح اسألها طيب انت التصبغات اللي عندك قوية ولا خفيفة فتقول لي لا انا معنتيش تصبغات اصلا الله طيب انت عاوزة تشتري كريم تفتيح ليه طالما انت معنتكش تصبغات لا والطلب التاني المستفز والرخم بتاع عاوزة لوشن لتفتيح الجسم بالكامل يا دكتور الطلب ده بيستفزيني جدا فعلا طيب تعالوا نفكر شوي في الموضوع احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق اجسامنا بالميزان في كل حاجة يعني مثلا ضغط الدم الطبيعي في المتوسط المفترض انه يكون 120 على 80 طول ما هو في المعدل ده انا معنديش مشكلة لو ارتفع لقدر الله كده اصبح عندي مشكلة ومرض اسمه ارتفاع ضغط الدم او اللي احنا بنسميه هايبرتنشن فباخد علاج عشان انزله تاني لمستوى الطبيعي ولو انخفض برضو نفس الشيء باخد علاج عشان ارفعه ورجعه لمستوى الطبيعي طيب اللي يكون ضغطه اللي يكون ضغط دمه طبيعي وياخد دواء للضغط ده يبقى ايه اكيد مجنون ولو ده حصل واخد الدواء ضغطه هينخفض فعلا وهو تأثير الدواء كده يعني مجرد انه هياخد الدواء حتى لو ضغطه طبيعي ضغطه هينخفض لكن مجرد ما هيوقف الدواء جسمه هيعمل حاجة بنسميها ريفليكس يعني الكلة والاوعية الدموية والقلب والمخ والجسم كله هيتحرك عشان يرجع الضغط تاني لمستوى الطبيعي الموضوع ده بينطبق على كل حاجة في جسمنا في حاجة اسمها normal values او القيم الطبيعية المستوى الطبيعي مثلا للضغط للسكر لهرمونات الغدد لنبضات القلب لتساقط الشعر لكل حاجة كلها مزبوطة بالميزان ولو الميزان ده اختل بيبقى فيه مشكلة اللي بنسميها الديزيز او المرض ولون الجلد مش حاجة شزة عن كده اللي بيتحكم في لون جلدنا هو الجينات والعوامل الوراسية اللي بنورسها من ابونا وامنا بتخلي الخلايا الصبغية في جلدنا تفرز مقدار معين من المادة الصبغية اللي اسمها ميلانين عشان تدي جلدنا اللون الطبيعي بتاعه وده ما بيتغيرش ولما بيحصل في اللون الطبيعي ده اي اختلال بتبقى مشكلة ومرض فلما بيحصل ارتفاع او فرط في تكوين صبغة الميلانين بنسمي ده hyper pigmentation او فرط التصبخ وللمرض او المشكلة دي بنستخدم العلاج اللي هو كريمات التفتيح طيب انا عارف ان حد هيجي يقول لي يا دكتور الهايدروكينون ممكن يفتح اللون الطبيعي هقول لحضرتك ماشي معاكي انا موافق بس انت كده عملتي بالزبط زي اللي اخد ده والارتفاع الضغط وهو ما عندوش ضغط مجرد ما هيوقفه هترجع كل حاجة لطبعتها الميزان اللي في جسم حضرتك هيعمل كده هتقول لي لي طيب ما انا هفضل استخدم هيدروكينون على طول بقى هقولك هتعني دي مع جسمك يعني في مرض حضرتك اسمه اكسوجينوس اوكرونوسيز ابحسي عنه على جوجل ده عبارة عن بقع وتصبغات لون هسود مزرق كده بتحصل نتيجة استخدام الهايدروكينون لمدة طويلة والمشكلة ان تصبغات والبقعة دي صعبة جدا 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 في العلاج يبقى انت كده جيت تكحليها عميتيها هتقول لي لي طيب ازاي الفنانات لونهم بيفتح هقولك ده ميكا بحضرتك ده ميكا بقضاءة ده ما فيش تفتيح ولا حاجة هتقول لي لي طيب ازاي مايكل جاكسون لونه تغير كان اسود بقى فاتح هقولك ده استخدم حاجة اسمها بينكوين البنكوين ده بيقتل الخلايا الصبغية تماما بيموتها تماما يعني اصبح جلده عديم اللون عشان كده كان شبه الفنبايرز كده كان شبه مصص الدماء هتقول لي لي طب ما نعمل كده هقولك حضرتك لما هتقتلي صبغة الميلانين في جلدك انت كده هتكوني عرضة للاصابة بالسرطان بسهولة لان صبغة الميلانين من اهم ادوارها الحماية من السرطان اللي ممكن تسببه اشعة الشمس الفوق بنفس جاي الخلاصة في الموضوع ده كله اللون الطبيعي ما بيتفتحش وما تحاوليش تفتحيه لان ده اولا ملوش فايدة او فايدته هتكون معقتة وسانيا هيضرك على المدى البعيد ارضي بلونك الطبيعي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلائك به لكن لكن لو عندك مشكلة وفي مناطق في وجهك او في جسمك حصل فيها تصبغات وبقع او لونك اغمق عن لونك الطبيعي نتيجة مثلا تعرض للشمس او بعد حمل او واتفر كان السبب فطبعا هنا وجب العلاج هنا هنعالج باستخدام كريمات التفتيح عشان نزيل الاسمرار الغامق والغريب على لون بشرتك الطبيعي ده ونرجع لونك لدركته الطبيعي هتقولي لي طب ايه هي احسن كريمات التفتيح يا دكتور هقولك تابعينا دايما في صفحتنا هنا على الفيسبوك دايما بننزل فيديوهات وبسطات عن مستحضرات التفتيح بشكركم وكنت بس حابب لانا اطلع في اللايف ده عشان اكون وضحت كل حاجة في الموضوع ده لان اتسألت في كتير جدا جدا وكمان عشان يكون ريفرنسلية لما اي حد يسألني في الموضوع ده ابعث له الرابط على طول شكرا لكم على المتابعة ونشوفكم على خير دايما بإذن الله السلام عليكم شكرا لكم